الفعل المضارع دع المؤمن ربه ويدعو المؤمن ربه ومشى الولد بثقة ويمشي الولد بثقة نسي القاري عنوان الكتاب وينسى الطالب عنوان الكتاب نلاحظ أن الأفعال التي تحتها خط معتلة الآخر لذلك نسميها أفعال ناقصة فالفعل الناقص هو ما انتهى بحرف علة ونلاحظ أن حروف العلة أصلها إما الواو وإما الياء أولا نتحدث عن الفعل المعتل الناقص في صيغة الماضي أسند الفعل سعاء إلى ضماء الرفع المتصلة عند إسناد سعاء إلى تاء الفاعل سوف يصبح سعيت وعندما نسنده إلى ناء الفاعلين سوف يصبح سعينا وعند إسناده إلى نون النسوة سوف يصبح سعيا فإذا عزيز الطالب هل ترى على الفعل الناقص تغيير عند إسناده إلى هذه الضمائر فلم يطرى على هذا الفعل أي تغيير وإنما رد حرف العلة إلى أصله الياء نسند الفعل سعاء إلى واو الجماعة أيضا ويصبح سعاء وإما بالنسبة إلى ياء المخاطبة علمتم في دروس سابقة في درس المثال ودرس الأجوف أن الفعل الماضي لا تسند له ياء المخاطبة ولكن حديثنا عند واو الجماعة حين أسندناها إلى الفعل الماضي ما الذي حدث؟ الذي حدث هو أن الياء حذفت من الفعل الناقص عند إسناده إلى واو الجماعة وفتح ما قبل الواو إذن نستنتج أن الفعل الماضي الناقص عندما يسند إلى الضمائر ترد ألفه إلى أصلها أي الواو أو الياء ما عدا واو الجماعة التي لها حكمان فإذا كان الفعل المسند إلى واو الجماعة معتل الآخر بالألف فإن ألفه تحذف ويفتح ما قبل واو الجماعة مثل دعو وإذا كان الفعل المسند إلى واو الجماعة معتل الآخر بالياء فإن نياءه تحذف ويضم ما قبل واو الجماعة مثال عليها نسو إذن لنطبق أسند الفعل الرضية إلى ضماء الرفع المتصلة لنسنده إلى تاء الفاعل وناء الفاعلين ونون النسوة وألف الأثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة فعند إسناده الفعل الرضية إلى تاء الفاعل سوف يصبح رضيته وعند إسناده إلى ناء الفاعلين سوف يصبح رضينا وعند إسناده إلى نون النسوة سوف يصبح رضينا وعند إسناده إلى ألف الأثنين سوف يصبح رضياء وعند إسناده إلى واو الجماعة سوف يصبح رضو وياء المخاطبة لا تسند نأتي إلى الفعل المعتل الناقص في صيغة المضارع لنسند الفعل يجري إلى ضماء الرفع المتصلة فعند إسناده إلى تاء الفاعل وناء الفاعلين كما علمنا سابقا أن الفعل المضارع لا تسند إليه تاء الفاعل ولا ناء الفاعلين فعند إسناده إلى نون النسوة سوف يصبح تجرينا وعند إسناده إلى ألف الأثنين سوف يصبح يجريان وعند إسناده إلى واو الجماعة سوف يصبح يجرون وعند إسناده إلى ياء المخاطبة سوف يصبح تجرين فهل ترى على الفعل الناقص تغير عند إسناده إلى هذه الضماء أم لا؟ ففي الفعل المضارع نستنتج أنه إذا كان المعتل الآخر بالواو أو اليا وأسند إلى الواو الجماعة أو ياء المخاطبة فإن حرف العلة يحذف منه ويضم ما قبل الواو أو يكسر ما قبل اليا أما إذا أسند إلى ألف الأثنين أو نون النسوة فلا يحدث فيه أي تغيير لنطبق أسند الفعل يعفو إلى ضماء الرفع المتصلة فعند إسناده إلى تاء الفاعل وناء الفاعلين لا يسند الفعل يعفو لأنه فعل مضارع نسنده إلى نون النسوة فيصبح يعفونا ونسنده إلى ألف الأثنين فيصبح يعفوان ونسنده إلى واو الجماعة فيصبح يعفونا ونسنده إلى ياء المخاطبة فسوف يصبح تعفين ثالثا الفعل المعتل الناقص في صيغة الأمر أسند الفعل أرقى إلى ضمائر الرفع المتصلة فتاء الفاعل وناء الفاعلين لا يسندان إلى الفعل الأمر عند إسناده إلى نون النسوة سوف يصبح أرقين وعند إسناده إلى ألف الأثنين سوف يصبح أرقى وعند إسناده إلى واو الجماعة سوف يصبح أرقوا أرقوا فعند إسناده إلى ياء المخاطبة سوف يصبح أرقي فهل ترى على الفعل الناقص تغيير عند إسناده إلى هذه الضمائر ففي الفعل الأمر نستنتج أن الفعل المعتل الآخر بالألف إذا أسند إلى واو الجماعة وياء المخاطبة تحذف ألفه ويبقى ما قبل الواو أو اليا مفتوحا مثل ما رأينا في المثال وإذن أسند إلى ألف الأثنين أو نون النسوة تقلب ألفه ياء الفعل إذا كان معتل الآخر بالواوي أو اليا وأسند في الأمر إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإن حرف العلة يحذف ويضم ما قبل الواوي أو يكسر ما قبل اليا أما إذا أسند إلى ألف الأثنين أو نون النسوة فلا يحدث فيه تغيير لنطبق هذا الاستنتاج أسند الفعل أمضي إلى ضمائر الرفع المتصلة فعند إسناده إلى تاء الفاعل وناء الفاعلين نذكر القاعدة أن الفعل الأمر لا يسند إلى هذين الضميرين عند إسناده إلى نون النسوة سوف يصبح أمضينا وعند إسناده إلى ألف الأثنين سوف يصبح أمضيا وعند إسناده إلى واو الجماعة سوف يصبح أمضو وعند إسناده إلى ياء المخاطبة سوف يصبح أمضي ننتقل إلى تدريباتنا لدرس اليوم أسنل الفعل في المضارع إلى الضمائر الآتية فالفعل يمشي عند إسناده إلى ألف الاثنين سوف يصبح يمشيان وعند إسناده إلى واو الجماعة سوف يصبح يمشون وعند إسناده إلى نون النسوة سوف يصبح يمشين الفعل ينجو عند إسناده إلى ألف الاثنين سوف يصبح ينجوان وعند إسناده إلى واو الجماعة سوف يصبح ينجون وعند إسناده إلى نون النسوة سوف يصبح ينجون أبين الضمير الذي أسند إليه كل فعل تحته وخط في الجمل الآتية الكرام يعفونا عن المخطئين اسعي إلى فعل الخير وكان يسمواني عن الضغائن ففي الجملة الأولى الضمير واو الجماعة اسعي الضمير كان ياء المخاطبة وكان يسموان الضمير كان ألف الاثنين التدريب الثالث أسند الفعلين في الجملتين الآتيتين إلى واو الجماعة وأغير ما يلزم إسق النبتة إسق النبتة إرعى حقوق الجيران إرعوا حقوق الجيران التدريب الرابع أسند الفعلين في الجملتين الآتيتين إلى ياء المخاطبة وأغير ما يلزم إنهي ابنك عن الإساءة إلى الآخرين إنهي ابنك عن الإساءة إلى الآخرين واجري بسرعة اجري بسرعة وصلنا لنهاية درسنا في هذا اليوم أرجو لكم التوفيق وشكرا لحسن استماعكم ترجمة نانسي قنقر